اشتركوا في القناة محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين هل تعلم من الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين صحابي جليل اسمه العرباد بن سارية كان يلزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وهو من أهل الصفة ومن البكائين كان من الصحابة الصالحين الأولياء عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا نحو خمسين سنة حتى كبر في السن وشعر بالضعف في جسمه والانحطاط فخاف على نفسه الفتنة بمعنى أن يضيع فرضا أو يحصل منه شيء لا يليق بالتسليم لله فصار يدعو الله يقول اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك غير مفتون أي مع سلامة ديني أخرجني من الدني بسبب ما يقاسي من الضعف وتعب الكبر صار يتمنى الموت على حالة حسنة قبل أن تصيبه الفتنة الله تبارك وتعالى أرسل له ملكا من ملائكة الوحمة وهو في جامع بن أمية في دمشق ظهر له بصورة شاب جميل وعليه ثوب أخضر فقال ما هذا الذي تدعو به قلت كيف أدعو يا ابن أخي ظنه من البشر قال قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل فقال له ومن أنت يرحمك الله قال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين أخبره أنه من ملائكة الوحمة الله تعالى بعثه ليفرج عنه هذا الكرب الذي وفيه وليعلمه هذه الدعوة التي هي خير مما كان يدعو به ثم التفت إليه فلم يراه أي أتبعه بصره فاحتجب عنه اختفى عنه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق هكذا تكون ملائكة الوحمة إن ظهروا بشكل بشر يظهرون بشكل إنسان جميل الصورة ثم لا يأمرون إلا بما يرضي الله ثم أن الذي يرى من هؤلاء الملائكة ملائكة الوحمة يحصل له طمأنينة قلب الأولياء الصالحون مع أنهم محافظون على الدين محافظون على الطاعة يخافون أن تتغير أحوالهم هذه حالة الصالحين اللهم حسن أحوالنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم توفنا على كامل الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر